بعد عودته من المغرب دون أن يلتقي عقل صالح هناك وعلى هامش جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس وفيما يبدو خروجا عن الصمت أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما يمكن وصفه بالخطوط العريضة لتطورات المشهد الليبي فيما يتعلق بانتخابات ديسمبر والمناصب السيادية وكذلك موقع حفتر ومصير المؤسسة العسكرية في مستقبل البلاد جهة يفترض فيها أن تكون محايدة وخالفة الحيادية المشري استهل مؤتمره الصحفي بهجوم مباشر على رئيس المفوضية العليا للانتخابات متاهما السايح بالتدليس والمفوضية بالتلك مصرحا بأنه يرى أن لا تعارض بين إجراء السبتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في معيدها مؤكدا رفض الأعلى للدولة انتخاب رئيس للدولة وبصلاحيات واسعة قبل اعتماد دستور للبلاد يحدد نظام الحكم وفيما يخص المناصب السيادية قال المشري إن الأعلى للدولة يرفض الذهاب في توحيد المؤسسات التنفيذية والرقبية قبل توحيد المؤسسة العسكرية مضيفا أن مجلس الدولة لن يذهب في أي إجراء يخص المناصب السيادية غير مبني على اتفاق بوزنيغا واحد بين مجلسي النواب والدولة والذي يحدد آليات ومعايير اختيار من يتولون المناصب السيادية مضيفا أن عقل صالح يحاول الانتقاء معقول أن نرهن الإرادة الدستورية للشعب الليبي في رغبة شخص وفيما يتعلق بموقف حفتر من المسار الدستوري كشف المشري عن إبلاغ بعض الأطراف الدولية لهم بأن حفتر أعرب عن رفضه إجراء للسفتاء على مسودة الدستور الحالية بسبب مسألة ازدواج الجنسية إذن هي مواقف واضحة من معالم المرحلة القادمة أعلنها المشري بوضوحة فيما يبدو تعبيرا عن حالة اليأس التي يعيشها المجلس الأعلى للدولة من سلوك مجلس نواب ومراوغات عقيلة السياسية تطور يراه متابعون تعقيدا جديدا للمشهد الليبي المعقد أصلا تطور يراه متابعون تعقيدا جديدا للمشهد الليبي المعقد أصلا